موسيقى فقامة رئيس الجمهورية يقوم بتقديم العذاء لأسرة الراحل الدودو أرتيم الذي توفي مساء أمس المستشفى النهضة هنا في أنجمينة بعد مرض قصير سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة تنظم إفطارا سنويا وذلك تزامنا مع الشيخ عام الشيخ زايد كان ذلك بحضور ديكولماسينا وممثلي موظمة المجتمع المدني مشاهدي الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إليكم العرض الرئيسي لهذا المساء من الفضائية الجادية وصل ظهر اليوم فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو إلى مدينة أمجرس وذلك في زيارة تستغرق عدة أيام رشاد حسنطة عاصمة إقليم إنيدي الشرق تستقبل الزوج الرئيسي فقامة رئيس الجمهورية إدريس ديبيتنو وسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو في زيارة تستغرق عدة أيام وهكذا استقبل فقامة رئيس الجمهورية لدى وصوله مطار مدينة أمجرس حيث كان في استقباله حاكم يقلم إنيدي الشرق تيغن إيديبيتنو وعمدة المدينة والمسؤول العسكري بالمنطقة بالإضافة إلى المسؤولين الإداريين والعسكريين والشيوق التقليدين والمناضلين بحزب الحركة الوطنية للإنقاذ الذين خرجوا لاستقبال الزوج الرئاسي وما أن صفح مستقبليه من عسكريين ومدنيين توجه فقامته ولفد المرافق له إلى مقر إقامته بمدينة أمجرس وقد زينت المدينة بخروج حشد من سكانها ترحيبا بوصول فقامة رئيس الجمهورية وسيدة البلاد الأولى هند ديبيتنو زيارة الزوج الرئاسي لمدينة أمجرس رغم أنها خاصة إلا أنها حملت الطابع الرسمي ويرافق فقامة رئيس الجمهورية وفد المستشاريه المدنيين وتصب زيارة رئيس الجمهورية لهذه المنطقة في إطار جهوده المبزولة في حث الشعب والمسؤولين إلى الاهتمام بالتعايش السلمي ونبذ العنف خيارانهما أساس التنمية المستدامة التي دعت إليها الجمهورية الرابعة وحسب مصدر مطلع سيعقد فقامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو حدة لقاءات مع مختلف الفئات المجتمعية إدارية وعسكرية وتقليدية قام ظهر اليوم فقامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو بتقديم العزاء لأسرة المغفور له السيد أدود أرتين الذي توفي مساء أمس بمستشفى النهض هنا بالعاصمة إنشمينة بعد مرض لم يمهله طويلا تقرير الحبيب حمد محمد حرصا منهم على مداوة التكافر الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد ومتابعته لكل كبيرة وصغيرة في المجتمعات الشادية ومؤساتهم في أحسانهم وأفرعهم قدم بعد ظهر اليوم فقامة رئيس الجمهورية إدريس زيبيتنو العزاء على أسرة الفقيد السيدة دودو عديل أرتين والذي وافته المنية مساء أمس بمستشفى النهضة عثر مرض لم يمهله طويلة وبعد مراسم الاستقبال فقد قرأ فقامته الفاتحة على روح الفقيد وقدم أولاده وأهله وأقاربه العزاء سائل المولى عز وجل ووسع مدخله وإرهم أهله الصبر والسلوان وللأمة الشادية الصبر أيضا ولد فقيد الوطن الدودو عديل أرتين يوم 3 سبتمبر عام 1933 في مدينة آتيا البطحة حاضرة إقليم البطحة وقد كان المغفور له يملك تاريخا حافلا بالنجاحات والإنجازات حيث أول من امتلك سيارة نقل كبيرة وأول من فكر في بناء مصنع للعطور في شات هذا كان في بداية الستينات وسيد الدودو عديل أرتين كان أيضا سياسيا وإداريا وديبلوماسيا كان أول من ترأس لجنة تنظيم احتفالات البلاد بعيد الاستقلال كان ذلك عام 1960 للميلاد آنساك وأول من أسس الحركات الشبابية الشادية بالعاصمة أنجمينة والتي تنادي بحب الوطن والبحث عن الهوية الشادية وبعدها دخل السلك الدبلوماسي وعين كأول سفير لجمهورية شاد في جمهورية السودان بعد استقلال شاد كما توجه الدودو عديل أرتين صوب المعترك السياسي مرة أخرى ونادى بحرية البلاد من الاستعمار في مختلف الساحات الدولية وفتح أول مصنع للعطور وأول شركة للنقل البر في جات وأول فندق سياحي خاص خير تابع للحكومة وعمل في الزراعة والثروة الحيوانية وصناعة العصائر والأجبان وكان ضمن وفد الغرفة التجارية الصناعية التي عرضت منتجات البلاد في المعارة الدولية كالسمق العربي والسمسم والبقوليات واشتقل أيضا في مجالات البنية التحتية وكان أول من ساهم في بناء كبري شجوى وعدد من الكبار في مختلف الأنهار في البلاد الدودو عديل أرسين اشتهر أيضا بحبه للناس والوطن ولمدينة أنجمينة بالتحديد لذا كان برلمانيا في أواخر الثمانينات القرن الماضي وكان رئيس اللجنة الانتخابية لمرشع الحركة الوطنية للإنقاذ إدريس ديبي إدنو لمدينة أنجمينة أم 1996 وترأس الخرفة التجارية الشاديية لعدة سنوات وكان من مؤسسي لجنة أرباب العام للشاديين وفي أم 2005 عينه فخام الرئيس الجمهوري إدريس ديبي إدنو وعمدت لبلدية أنجمينة وماكس فيها لأكثر من ثلاث سنوات حيث وضع الخمسية الشاملة لبرنامج تحسين مدينة أنجمينة وعمل أيضا على مشروع ما يطلق عليه أنجمينة نظيف وقبل وفاته كانت له طموحات كبيرة في أن يؤلف كتابا عن حياته وعن تاريخ تشات ورأى كتابه النور كتاب الدودو أرتين في أواخر أم 2017 وسمي الكتاب حقيقي مع تشات وقبل وفاته لازم سيد الدودو عديل أرتين مهنة الزراعة والرعي حيث أسس مشروع بقرة والذي كان ينتج الألبان والعصير وكان يدور حقول في مدينة موغران والتي كان يزرع فيها الغلال والسمسم والأرز والبقليات ويتم تصديرها إلى العالم إنا لله وإنا إلهي راجعون هذا وقت توريه جثمان الفقيد الدودو أرتين الثرى بمقبرة لماجي بحضور الأقارب والأصدقاء والأحباب تقرير ابتسام موسى عبد الله وقراءة سعيد حسن طه بأجواء مليئة بالحزن والأسى تم تشيع جثمان الراحل وفقيد الأمة ورجل الأعمال الشادي الدودو عادل أرتين حيث انتقر إلى جوار ربه إثر مرض ألم به ولم يمهله طويلا وبعد الصلاة على الجنازة تم نقل جثمان الراحل إلى مثواه الأخير بمقبرة لماجي بحضور عدد كبير من أقاربه ودويه وبعض من الشخصيات البارزة في الدولة وبعد انتهاء مراسم الدفن عدد الحاضرون بعض من صفات الراحل الحميدة الدودو عادل أرتين انتقل إلى جوار ربه عن عمر ناهز السبعة وتزعين عاما مخلفا وراءه عددا من الأبناء تغمض الله الفقيد بواسع مغفرته إنا لله وإنا إليه راجعون وصل ظهر اليوم وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان إلى البلاد في زيارة عمل وصداقة وفور وصوله عقد لقاءا مع نظير وزير الشؤون الخارجية شريف محمد زين وختم الوزير الفرنسي زيارته بعقد مؤتمر صحفي مشترك عدم حسن المكاين وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية جان إيف لودريان حل ضيفا على تشاد التي هي الثاني محطة له بمن جولته التي تشمل كل من الكونغو وتشاد وإثيوبيا قادما من عاصمة الكونغو مدينة برازافيل وفور وصوله التقى وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان مع نظير تشادي محمد زين شريف في لقاء تباحث فيه الطرفان العديد من القضايا الإقليمية وخاصة تلك التي تتعلق بالأمن ومكافحة الإرهاب فضلا عن مناقشة الحالات السياسية والأمنية في جمهورية فريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وساحل وليبيا وبعيد الانتهاء من اللقاء عقد وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف ونظير الفرنسي جان إيف لودريان مؤتمرا صحفيا مشتركا تطرق فيه إلى أهداف الزيارة وما جاء في هذا اللقاء وخلال المؤتمر الصحفي تحدث وزير الخارجية التشادي محمد زين شريف عن فحو اللقاء وزيارة مشيرا إلى تناولهم الحديث حول القوات المشتركة للمجموعة الخمس ومكافحة الجماعات الإرهابية البوكو حرم مؤكدا في الوقت ذاته دعم البلاد لجمهورية فرنسا في تنظيم انتخابات بليبيا لإصلاح الأوضاع السياسية والأمنية وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية جان إيف لودريان في كلمته أثناء هذا المؤتمر قال بأن هذه الزيارة هي الأولى له بصفته كوزير للخارجية الفرنسية وفي عهد الجمهورية التشادي الرابعة مفيدا بأن هذا اللقاء كان فرصة للتشاور حول العديد من القضايا ولا سيما جمهورية فريقيا الوسطى وجمهورية الكونغو والساحل وخاصة الوضع الليبي الذي ستبزل فيه فرنسا قصار جهدها من أجل تنظيم الانتخابات لوضع حد لكل الانفلاتات الأمنية كما أشاد وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان بالنتائج الإيجابية والفعلة للقوات المستركة للمجموعة الخمس وخاصة محاربة الجماعات الإرهابية البوكوحرام ونذكر بأن جولة وزير الشؤون الأوروبية والخارجية الفرنسية جان إيف لودريان ستستمر لمدة يومين الزميل أحمد آدم عدى الورقة التالية حول فح هذه الزيارة نتابع يبدو أن الخبر ليس جاهزا أنتقل إلى خبر آخر أقامت مساء مصفارة الإمارات العربية المتحدة لدى البلاد إفطارا إفطارها السنوية الأول وذلك تزامنا مع عام الشيخ زايد كان ذلك بحضور الدبلوماسيين وموثلي المنظمات المناسبة يرد بفندق يلتون تقرير ياسير محمد أحمد تمتاز الألاقات الشادية الإماراتية بالعديد من المذايا التي تربط البلدين في المجالات المختلفة لا سيما الاجتماعية منها والاقتصادية والسياسية إذ أن دولة الإمارات العربية المتهدة أبرى سفارتها لا تألو جهدا في توطيد هذه الألاقة من خلال الدعم المتواصل الذي تقدمه للشعب الشادي وعليه فقد أقامت السفارة الإفطار السنوي الأول لشهر رمضان المبارك وذلك تزامنا مع عام الشيخ زايد هذا وبعد أداء صلاة المغرب بشكل جماعي حيث توجه الصائمون إلى موائد الإفطار والتي هود من جميع أصناف المأكلات ومن ثم تابع الحضور فيلما وسائقيا لمسجد الشيخ زايد وبعض من المساعدات التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتهدة بالعاصمة أن جمينا أبرى سفارتها إن دولة الإمارات تتصدر الترتيب العالمي للسنة الثانية على التوالي كأكبر دولة مانحة للمساعدات الإنسانية نسبة لدخلها القومي بقيمة 19.3 مليار درهم وتستادف هذه الحملة 24 ألف صائم في أنحاء العاصمة الشادية وأنحاء جمهورية الشاد كما أشاد بالعلاقات السنائية والمتميزة بين البلدين والضاربة في جذور التاريخ وهي العلاقات التي قامت على مبادئ التعاون والاحترام المتبادل ووصلت في السنوات الأخيرة إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية ومع الزيارات المتبادلة لقادة البلدين ومستويات التبادل التجاري والاقتصادي والثقافي هذا وفي نهاية المناسبة تم منهي جوائس اعتراف للمؤسسات العاملة في المجال الإنساني وبعض الشخصيات المرجعية التي لها بصمات واضحة في خدمة المجتمع وفي سياق المتصل نظمة مساء أمس شباب حزب النصر محاضرة تحت عنوان عن الشباب وأواخر شهر رمضان المبارك بجانب تنظيم إفطار جماعي كان ذلك بحضور الرئيس الوطني للحزبة الدكتور محمد النظيف يوسف وقد جرت المناسبة بملعب الدقيل بالدائرة الثامنة قراءة تقرير محمد السليك وقراءة الحسين النور الشباب وأواخر شهر رمضان هو عنوان المحاضرة التي نظمها مكتب شباب حزب النصر وتدخل هذه المحاضرة في إطار الأنشطة التي يقيمها الحزب لصالح المجتمع في شهر رمضان هيس أحيى المحاضرة الدكتور أب بكر والرمضو والذي تناول فيها فضائل هذا الشهر المبارك والصفات الحميدة التي ينبقي أن يتهلى بها الشباب المسلم منها تلاوة القرآن الكريم والإكسار في الأسكار كما أشاد المحاضر إلى ضرورة قيام العشر الأواخر من هذا الشهر لتحري فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر واختتم محاضرته بالتضرع إلى الله بأن يمن على البلاد الأمن والسلام الرئيس الوطني لهزب النصر الدكتور محمد النظيف يوسف تناول في مداخلته دور الشباب في التماسك وتقوة النسيج الاجتماعي والتضامن الوطني لا بد أن نحتم بتقاليدنا وقيمنا لذلك هذه فرصة صعيدة رمضان ومعنات المساواة نفكر الناس الطعفاء الغني نفكر في الفقير هذا وقد اختتمت المناسبة بتنظيم إفطار جمائي نظمه مكتب شباب حزب النصر وشارك فيه عدد كبير من مناضلي ومناضلات الحزب وأن مثل هذا النشاط الديني اعتاد القيام به شباب حزب النصر في كل شهر رمضان الفضيل ضمن أنشطة الرمضانية نظمت منظمة سارع للتنمية والأعمال الخيرية إفطارا جماعيا وإلقاء محاضرة بعنوان الاحتمام بالعشر الأواخر من شهر رمضان المبارك كان ذلك بدار العلم والمعرفة لمحو الأمية تقرير محمد حسنة نظمت منظمة سارع للتنمية والأعمال الخيرية بشاد معدوبة إفطار جمائي بمركز دار العلم والمعرفة لمحو الأمية بشارع الثلاثين متر وتخللت المناسبة مهاضرة بإنوان الاحتمام بالعشر الأواخر من رمضان قدمتها الدائية الإسلامية حبيب مسلم أيوب والتي حثت فيها النساء على اغتنام العشر الأواخر من رمضان في العبادات والأعمال الخيرية لا سيما تلاوة القرآن الكريم وقيام الليل بدورها رئيسة منظمة سارع للتنمية والأعمال الخيرية السيدة خالية محمد صالح النظيف قالت إن منظمتها دأبت في تنظيم مثل هذه المحاضرات والعنشطة الثقافية والاجتماعية خلال العشر الأواخر من رمضان من كل آمة نخصص الأشر الأواخر في شهر رمضان نصوي الإفطار في مراكز النسائية ومن ضمن الخلاوي الفوق المحاجرين وكذا نصوي إفطار صائم لكن الهدف من الأشر الأواخر لكي ندور النساء كله كله يقوم يشد المأذر وخلاص يقوم بالتعب للتذكير فإن منظمة سارع للتنمية والأعمال الخيرية هي منظمة غير حكومية وطنية تعمل في مجال المساعدات الإنسانية والعنشطة الرامية إلى دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحقيق الرفاهية لشرائها المجتمع قامت مؤسسة القلب الكبير بتقديم مساعدات مكونة من طواحين ومعدات زرعية لأكثر من مئة من التجمعات النسائية بمدينة ياو بمقاطعة الفتري تقرير محمد طاهر جبرين الحر بعد مدينتي آتيا وأم حجر جاء الدور للتجمعات النسائية بمقاطعة الفتري لتستلم حصتها من المساعدات العينية التي قدمتها مؤسسة القلب الكبير إنها عبارة عن طواحين غلال طواحين متعددة الأغراض ومعدات للزراعة الصيفية والجنائن التجمعات المستفيدة تتجاوز المئة في حفل التوزيع تمنت ممثلة مؤسسة القلب الكبير بالبطحة سعاة إبراهيم أن تسهم هذه المعدات في تحقيق الاكتفاء الغذائي الذاتي للمنطقة الشيء اللي مني نفقد هنبي نايدكو وأخدكو السيدة الأولى هنده دي بإتنو هي تقول أم حاتي وأخواتي شدها لكو وأخد معدل وما تنسو شوخ الوايد الشيء دا جابت لكو دا عشان قدتو كان طاهونة ما فيه البيت من سخيرة قوموا دا تمشي الطاهونة وتمشي تسرع وتجي تخدم في البيت جابت لكو دا عم مسلا الطاهونة قاعدة في البيت انت المرة كبيرة تقدر تمشي تود الطاهونة المكنة جابت لكو دا ترحك الفول ترحكو بس كنت صفو دهن كنت سوى مولا كله المستفيدات قانتهن الكلمات من شدة الفرح للتعبير عن امتنانهن لسيدة البلاد الأولى أما محافظ مقاطعة الفطري حسين باليه بيمكريو الذي مثل الحاكم في هذه المناسبة عدد الخدمات والعطاءات التي جادت بها مؤسسة القلب الكبير بالإقليم منذ إنشائها فوفقا له كل المجالات الحيوية استفادت من خيرات المؤسسة بدءا بالتعليم والصحة مرورا بالزراعة والتنمية البشرية أزدل الستار مساء أمس على فعاليات الورشة الخاصة بمكافحة مرض التراكومة وذلك بهدف عرض نتائج الدراسات الخاصة بنسبة العامة في البلاد خلال السنوات الأربعة الماضية تقرير أبدالله هرون برمون ألا مدى يومين من فعاليات عمال الورشة الخاصة بعرض نتائج الكمي والنوعي لمرض التراكومة خلال السنوات الأربعة الماضية حيث خرج المشاركون بتوصيات وقرارات لوضع الاستراتيجيات اللازمة للقضاء عليه خلال الأربع سنوات أملنا جهودات مجهودات حسنة بنسبة الصوفة الكلاب أجريت أمليات في 42 ديستريكت سانيتار ونجح كبير جدا قدرنا إرادية في بوزبيدا إرادية بالمئة في المئة ومديريات الآخر كمان يعني جانيشتريدوا فوقا حتى إن شاء الله منهم لليل لانسينك سنة آخر شغل اسم تراكومة كده إن شاء الله يبنوا في كات في مداخلة الشركاء لعملين في مجال الصحة سمن بعضهم جهود مندوبي وزارة الصحة العامة بالأقاليم بالدور الريادي والفاعل لمكافحة مرض التراكومة مؤكدين دعمهم المتواصل حتى القضاء عليه ذكافة أرجاء البلاد في كلمتي القتامية لأعمال الورشة المدير العام لصحة البيعية ومكافحة الأمراض المعدية قال إن هذه الجهود ظهرت بفضل التزام حكومة البلاد في إطار محاربة الأمراض المعدية والتتبع الناجي لمكافحة مرض التراكومة كما أشاد بمساحمة شركاء الدوليين والمحليين على المساحمة المتواصلة والوقوف مع البلاد مثل محافظ محافظة مايو بوني مثل حاكم إقليم مايو كابي الشرق في أعمال الاجتماع الذي أعقده المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمقراطية والديمقرافية مع ممثل الجمعية المجتمع المدني حول مختلف المواضيع المتعلقة بالحياة المعيشية ومحاربة الفقر هنا حسن سكاين إنها بئثة اقتصادية تتكون من فني المأهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية والديمقراطية وصلت إلى مدينة بنغور حاضرة إقليم مايو كابي شرق حيث أقض وفد البئثة لقاعا توعويا مع مختلف ممثلي المجتمع المدني وناقش مسائل تتعلق بأربعة مواضي لتحسين الحياة المعيشية ومهاربة الفقر في تشادة وعن هذه البئثة مبعوثة من قبل وزارة الاقتصاد والتخصيط التنموي وعلى حسب رئيس البئثة محمد دينكباي أكد في هديثه إن عمليات التحقيق تشمل جميع قانيم ومدن البلاد وذلك من أجل الحصول إلى النتائج التي تتعلق بتحسين العوضاء الاجتماعية للمواطنين مضيفا في الوقت نفسه بأن المراقبين والمفتشين سيقومون بإجراء تحقيقات خلال ثلاثة عشهر كامل للرفع التقرير النهائي للعمل الميداني أما محافظ مقاطعة مايوبوني صافيا مربي ممثلة لحاكم إقليم مايوكيبي شرق أشادت بأهمية هذه التحقيقات كما أكدت بأن هذه الأملية تسمه للجهات المعنية للوصول إلى النتائج الصحيحة ومعرفة المشاري والبرامج التنموية في كافة القطاعات المحلية والوطنية إليكم هذا القرار الذي يحمل الرقم 008 تم بمجيب التعيين الرفقاء الآتي أسمائهم في المكتب السياسي للحركة الوطنية للإنقاس الأمين العام محمد زينبادا الأمين العام النايب الأول مدام ماجمتا بجالي ريد الأمين العام النايب الثاني زكريا محمد صالح الأعضاء أبجيد دمامار أبقر موسى كلي أبقر طهر موسى أبدالكريم محمد أبدالكريم أبدالمجيد إدريس حقار أبدالله أفاددين أحمد أبقر جيد أحمد محمد مبدو أليو أبدالله أبراهيم أليو أبدالله أبراهيم أمونا لأجي المترجم للقناة 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 المترجم للقناة